يسعى الرجلان لإنهاء ما اتفق عليه سلفاهما رونالد ريغان وميخايل غورباتشوف بشأن معاهدة الصواريخ النووية ذات المدى المتوسط ووراء هذه النهاية باب يفضي إلى جحيم حرب لن تبقى باردة وسط هذا الجو العالمي الساخن البداية كانت حينما أعلن ترامب مراراً رغبته في الانسحاب من اتفاقية تفكيك الصواريخ الباليستية والنووية الموقع عام 1987 بين أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقاً فهذا الرجل يرى أن تلك الاتفاقية أعاقت بلاده عن مواجهة التمدد الروسي في شبه جزيرة القرم والشرق الأوسط وأتاحت للتنين الصيني أن ينهض ويهدد الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي فكان لابد من كسر أي حاجز يكبل المارد الأمريكي الانسحاب الأمريكي من هذه الاتفاقية يتيح لها إقامة منصات صواريخ يصل مداها إلى 5500 كم في أوروبا الشرقية ودول آسيا القريبة من الصين كاليابان وكوريا الجنوبية وتلك خطوة تعطي واشنطن مكاسب سياسية في التعامل مع بعض التهديدات مثل الصين وروسيا بشكل أوسع بحسب رأي صحيفة الجارديان البريطانية لم تقف روسيا مكتوفة الأيدي فأعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف أن موسكو سترد بالمثل على واشنطن وستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال ستة أشهر ومثله الرئيس بوتين أكد أن روسيا ستبدأ العمل على إنشاء صواريخ جديدة وبخطوات فعلية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق ناجح لصاروخ عابر للقارات من طراز RS24 من مطار بيليسيتسيك الفضائي شمال غربي روسيا وإصابته أهدافه في أقصى شرقها إنها رسالة واضحة من بوتين لترامب مفادها بأن زمن سيادة القطب الواحد قد ولّى ولن يعود ولو كان الثمن تحويل العالم إلى ساحة حرب لا تبقي ولا تضع ترجمة نانسي قنقر